الاسواق تصدير ديال المواد الفلاحية من عدمي اكت في هذه هندوى غير ما مرة الاولوية للسوق الوطنية يمكنش احنا على ابوه من شهر رمضان انه هون نعطيه واحد تفضيل معين لسوق معين على الملا السوق المحلية الوطنية ديال المستهلكي المغربة هي اللي عندها الاولوية انهار ان شاء الله معها التحسن ديال الامطار الخير اللي عرفتها بلدنا ويبدأوا هاد المنتوجات تنتج بشكل كافي ونرجع الوحد الوطيرة عادية في سنة عادية انا داك يمكن ان نفكير في هذا المجال وكان طلاب ديال المواطنين المغربة بغوا الخضراء باسعار معقولة وهذا هو الاولوية الاساسية لعند هاد الحكومة هي توفر المنتوجات الغذائية للمواطنين المغربة باسعار معقولة قلت مني نوصل الوحد مستوى ديال اكتفاء باسعار معقولة انا داك ممكن لكن الان جميع الاجراءات اللي قمنا بها سواء على مستوى الرقابة سواء اللي قاتل كنجلسوه مع المنتجين باش نحفزوهم اكتر باش ندعموهم اكتر ما كندعمو مش ماديا كنشجعوهم مرما باش ميتقلش راكينش قطع معين دعمناه بشكل لا لم ندعم اي قطاع باستثناء ما هو موجود في المساطير وما هو موجود في القانون هذا ما كنتكلموش عنه لكن الاولوية هي للسوق الوطني وهنوك اجتماعات مع المنتجين مشكورين اللي قاموا بعمل كبير جدا ساهمنا قدرنا اننا نتحكموا في اسعار مجموعة من المواد لكن العمل مستمر والمراقبة مستمرة وخصة هتبقى وكيف مما كانت وخصة الايقاع ديالها يرتفع اكتر باش نحافظو على هذه الاسعار في مستويات معقولة جدا وما تنسوش تابنو معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي